حجي لك ورؤيتك لمباراة جزر القمر وإيه اللي ممكن يعمله الكابتن حسام البدري عشان يحسن كل اللي بتقول عليه ده يعني انت الوقت اقتصارا انت شايف ان مباراة كينيا كان فيها الشكل التكتيكي غير مناسب لخدمة محمد صلاح يعني ما كانش فيه سوبورت لمحمد صلاح ولا المصطفى محمد ولا المصطفى محمد ولا تريزيجي ولا تريزيجي التلاتة اللي بلعبوا قدام نتيجة ان احنا شوية ما فيش ضغط من قدام الواجبات الدفاعية كانت غير مفهومة بالنسبة لمحمد صلاح وتريزيجي ده ادى لتفوق كينيا طيب على الجزء الاخر الحلول اللي انت شايفها يعني انت خلاص مباراة كينيا عدت يمكن خدنا الهدف منها الوصول لأمم أفريقيا انت شايف من وجهة نظرك الفنية ايه اللي بقى لو هنلاعب منتخبات كبيرة زي الجزائر زي المغرض زي تونس الشكل الافضل لمنتخب مصر تغيير طريقة اللعب ولا ندي نفس طريقة اللعب مع تغيير وظائف اللعيبة او المهمات اللي يعني بيسندها المدير الفني للعيبة انا شايف ان الفترة الجاية لازم اجرب اسلوب الضغط العالي بنفس الطريقة اربعة دين تلاتة واحد اجربها في ماتش مثلا بكرة اكلف محمد صلاح ان انا هضغط ضغط عالي هشوف في نفس الوقت انا قدر استغل سرعة استردادة الكورة دي نقطة مهمة جدا باستخلام الضغط العالي سواء محمد صلاح سواء افشا سواء تريزيجيه سواء مصطفى محمد اه ده ردي محمد شريف برضو محمد شريف مستو عن مصطفى محمد في حاجة مصطفى محمد مستو كلها في الكورة العالية ان انا لو حلعب تمرير طولي والكورة التانية وهعمل له عرضيات هتلاقي مصطفى محمد بيظهر بشكل كويس جدا عامل زي كوكا بالزبط ما كوكا كده برضو نفس النوعية كوكا برضو كان بيجي المنتخب ويش بيبان بشكل كويس ليه لانه ما كانش فيه عرضيات في نفس الوقت هو عايز عرضيات الحاجة التانية الكورة التانية عندنا كانت قليلة ان انت بتستخدمش اسلوب الضغط العالي اسلوب الضغط العالي ده بيعمله النادي الاهلي بيعمله النادي الاهلي وانت بتهاجم على طول النادي الاهلي عشان كده مهاجم زي مثلا مصطفى محمد او كوكا لو في النادي الاهلي هتلاقيه اهدافه عالية جدا ليه لان عرضيات بالهبل وضغط عالي وكده فحيبان اكتر لكن مهاجم زي محمد شريف في المباراة دي اللي هي مثلا لو افترضنا ان احنا غيرنا طريقة اللعب الاربعة ثلاثة ثلاثة مثلا هتلاقي محمد شريف يبان اكتر ليه؟ لان محمد شريف مميز عن مصطفى محمد في حتة نوع يسقط للخلف ويفتح مساحات للي جاي من ورا سلوب اللعب بقى هيخلي لعبك متعة اكتر زي اجا ايه مثلا في النادي الاهلي لما بيلعب راس حربة تلاقي النادي الاهلي بيلعب متعة لان ده لعيب زكي بيعرف ينزل يسقط لتحت يفتح مساحات لزميله ده نوعية تانية خالص غير مصطفى محمد وغير كوكا وغير مروان محسن دول كلهم نفس النوعية ان انا هلعب تمرير طولي لكن كابتن حسام البدري كان فكره في مباراة كينيا ان انا هعمل تمرير طولي على مصطفى محمد لا لازم بكرة انا شايف حتة التمريرات الطولية دي لازم تتلغي لازم اعمل رقم واحد ضغط عالي من اول دقيقة هم عندهم غيابات عندهم الفارو بن محمد طب يدينينا شوية برضو شوية يعني معلومات كده عن جزر الكمور خاصة الجزر الكمور كمان اعتقد لأول مرة توصل احنا بالمناسبة عندنا ست منتخبات عربية لأول مرة في تاريخ كاس الأمم توصل ست منتخبات عربية ولسه يعني يمكن يبقى فيه سابع لو موريتانيا كسبت افريقيا الوسط ويوم الحد هيبقوا سبع منتخبات فهم حتى الان ست منتخبات فدي ده رقم قياسي ما حصلش البطولة الاخيرة اللي كانت في مصر كان خمسة البطولة دي ستة وممكن يكونوا سبعة يعني لو وصلت فده رقم قياسي بنسبالك مفاجأة خروج جنوب افريق النارد على يدي السودان بهزيمة 2-0 طبعا مبروك الاول اشكاة طبعا في السودان الوصول لكاس الأمم كان اخر بطولة ليهم في السودان كانوا في الفين واثناشر نسخة اللي كانت في غانيا والجابون دي يمكن بقالهم حوالي عشر سنين ما تأهلوش لكاس الأمم ألف مبروك ليهم وهم على فكرة برضو خادوا كاس الأمم سنة 1970 واخروا وصلوا نهاية مرتين فالسودان طبعا السودان طبعا فرقا لكن منتخب جنوب أفريقيا منتخب قوي يعني فيه لعيبة تقيلة بيرسي تاوز يعني لعيبة تقيلة وبرضو نصهم كمان فيه لعيبة كتير من سانداونز سانداونز ماشي بشكل كويس جدا أعتقد أن مشكلة جنوب أفريقيا في المدرب المدرب بتاعهم محتاج أنه يعني لو غيروه أعتقد أن قدراتهم هتبان بشكل أكتر ولكن طبعا مفاجأة كبيرة وصول السودان على حساب جنوب أفريقيا خاصة أن مجموعتهم كانت مجموعة نارية يعني ولكن بالتأكيد وصول السودان يعني لازم نبارك لهم طبعا ونبارك لكل الفرقة العربية اللي وصلت يعني ده حاجة يعني تخترم يعني اشتركوا في القناة